ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقام بسرقة سيدة كانت متجهة نحو مقر عملها ليباغتها ويسرق حقيبتها ويفر إلى وجهة مجهولة هذا وطلب النشطاء من خلال تعليقاتهم بضرورة القبض على هدين اللصين وتجديد العقوبات في حقهما وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء معلقا على الفيديو هد باردي الكتاف ما كيحشموش حاجرين على الناس اللي كاتمشي ترزق بالحلال خاصهم عشر سنين ديال الحبس لكل واحد منهم في حين قال آخر المرة خارجتها تخدم على راسها كدمر وتعرق على قبل فلوس حلالا طيبا ما تسرق متبع الحمها يجي شمكار ديال الخلابارد الكتاف يسرقها تلقى دكساك في فلوس محتاجهما والتليفون مشراته حتى جمعات الدرهم على الدرهم حسبي الله نعم الوكيل فجميت أكل الحرام